أولاً أشكر المنظمين على هذه النور التي أعتبرها أنه مهمة وأساسية بالنسبة لرجال الإعلامي هو جديد وقديم في المغرب هو قديم بحكم كما طرح ذلك بحكم أنه بدأ في بداية سنوات وهو جديد على اعتبار أنه لا زال يتخطط في الجمع من المشاكل سواء منها مشاكل التأسيس أو مشاكل الحكمة أو مشاكل تخلقية ميلا سأحاول أعطي أعبار لكم لأنني نبقى في هذه المداخلة ولكن فقط نظرني تجربة المتضادة أجل تنفكت عن الإعلامي وسأحاول الإجابة على هذا السؤال والذي هو هل ساهم الإعلام الإلكتروني بجملة الخدمات الإعلامية وما هي أشكل تجاوزات الخلاقية في مسائلها وكيف يتصديلها إذن أولاً لكي نتحدث عن الصحقة الإلكترونية لابد أولاً وينحديد عن حيكلة كيف تنبت حيكلة هذه الصحقة كيف نشأت في المغرب ما هي طرق اشتغالها ما هي الوسائل المتاحة لها لكي تشتري إذن فنزل نجد بأن يعني جواب على هذه المشكلات هو الذي سيقودنا إلى معرفة لماذا مثلاً سقطت هذه الصحقة في إخلاقية المهنة بالرغم من أن الصحقة المكتوبة أو الصحقة السمعية البصارية غالباً تسقط أيضاً في بعض الأخطاء المهنية أو بعض الأخطاء التي ينطمها القانون والذي مثلاً الخطأ الذي كان مثلاً النسبة لإدعاء والدفاسة هو أولاً الحديث عن بعض المحاكمة أو الحديث عن بعض المحاكمة أو الحديث عن بعض ما يسمى بين القوصين بهم المجرمين وهم لم يحاكموا بعد إعني فهنا هناك أفهم جمعة من الأخطاء والتشاوزات التي مثلاً يقوم بها الصحة ولكن ليس عن قصد ولا يقوموا بها عن قصد ولكن نظراً كما أقلت لمثلاً طرق اشتغال فنجدوا أن الصحافات اشتغلوا في فهي مطالبة من إسرعة مطالبة بربح الوقت مطالبة ببكة الخبار في وقته وفي أجاريه لأن هناك منافسة وهناك ما يسمى الإشارة ويريد الحصول على تهمية أنا أعرف أن المشكل الكبير بالنسبة المؤسسات الإعلامية هو التمويل من يمويل هذه الجرائب وهذه الصحة وهذه القنوات الإداعية والتبازة فمثلاً أتذكر بأنه عندما فأنا ساهمت بشتسي سيئة فعندما كنا ننخش عدد قنوات اللاعية والتبازة التي يمكنه مثلاً تخيص لها بأعمال كان كل يتكره السؤال كيف يمكن منها؟ هل ستستمر هذه القنوات؟ وما هي الوسائل التي يجب بتاعتها؟ تستمر هذه القنوات هذه الساحة الإشارية في المغرب ستبكّن مثلاً هذه الوسائل الإعلامية من تنويلها لأننا نعرف بأن الساحة الإشارية في المغرب طيقة جداً ونعرف بأن أغلب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب يمكن الأشهار مخلي جداً تستمر في المغرب وإن كان في السنوات الأخيرة هناك مثلاً نوع من الفتاح على وسائل الإعلام على اعتبار أنها طبعاً تساعد على استثمار وتساعد على خلق على خلق تموينات مهمة وأساسياً لذلك ثم سننتقل لما هو المجل الذي تشتغل فيه هذه الوسائل فهل هناك حرية إعلامية كبيرة؟ هذه الفرية كيف هي؟ ما هي وسائل المتاحة لممارسة حرية الصحابة؟ وما هي فرية الصحابة؟ كيف ينهمها الصحابة؟ فلازلت أتبكر أنه في بداية السنة كان هناك بلقاشم كبير حول مبدأ الفرية والمسؤولية هل يجب أفضل فرية والمسؤولين؟ وحتى المسؤولية أئت مسؤولية ما هي المسؤولية التي يجب أن نضع على عطل الصحابة؟ مثلاً عندما يناقش أي موضوع سواء كنسياتي أو اقتصادي أو عندما يتعرض للجمع المناط الحر سواء المستوى الحكومي أو على مستوى الاقتصادي والمسؤولية ما هي حدوده؟ ما هي الخطوط حمراء التي يجب أن يضعها عند ممارسة هذه المينة؟ هذه كل أسئلة يجب أن أتذكر فإذا كان المستاذ قد تحدث عن القوانين وعن قصور القوانين فإنني أقول بأن صحفي كأن هناك تعبارات القوانين ولكن هناك مشكل أكبر وهو أن أغلب الصحفي ليس لهم إلمان كبير بهذه القوانين فهم لا يعرفونها مائدة جيدة ولا يعرفون كيف اشتغالها فالصحفي لا يعرفوا مثلاً حقه إلا عندما يقرب المشكلة وعندما يدخل المحكمة لذلك فأنا أقول فأنا أقول بأن التزريبة التي إخاذتها وسأعود لكي ألعوية التسلس من البصاري هي أنها كانت أول أن يقامت به هو ما يسمى بتفصيل القوانين بذلك ووضع أدوات الدرجمية لشرح هذه القوانين والقنوات وكذا لأن هناك هناك مجموعة من من الاستجاب مجموعة من المتقيم هناك مجموعة 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 المادية التي يطحها القانون ولكي لا تقع هذه القنوات في هذه الجزاء ويقع المشكلة فقد عملت هي أعلى وضع آليات بدرجة لشكل هذه القوانين للآمنين سواء منهم صحبيين سواء منهم الناشرين سواء منهم المدرع لكي تستئاب هذه القوانين ووضع آليات داخل كل مؤسسة إعلامية من أجل تقبيق هذه القوانين والاكتزام لها سترون بأنه غالباً يعني ينصد إداعات خطة بأنه غالباً تجد بأن الصحفي يحرص كل محرص على أدم ذكر مثلاً مستشيالي على أدم ذكر بعض أسماء إلى آخرين يعني واحد مجموعة هي مشيطة هذه ولكن ضوابط تماماً هي ضوابط يجد انتزام بها في الأعمال وهناك في نظر الأول إلى يعني حرضت الجزاء آسية يتغير نظر هي الأول التي كانت تعرضت ونظراً لذلك الجزاء خيام يعني اضطرت لكي تضع قوائد وضوابط لمنشبه لذلك فأنا أقول بأن نصاحين لحما المغربية التي توفروا على تصنعات عانوية مهمة في مجال الصحابة والإعلام وصبية الصحابة ولكن أقول بأن هناك مشكلة بين قوانين التي تبعوها للدولة وبين الممارسات في المجل يعني هناك شرح كبير بين هذه القوانين وبين الممارسات الإعلامية رغم أن الدولة أيضاً أعدت ما يسمى بالبرنامج الرقمي المغري كان البرنامج الرقمي الأول ثم كان البرنامج الرقمي الثاني أنظم 2013 ولكن أغمى ذلك فالبرنامج الرقمي في شأن والعمل داخل المؤسسة الإلكترونية في شأن آخر لذلك فهذا الشرح وهذا الفرق بين مثلاً الممارسات الإعلامية وبين القوانين وبين مثلاً المرانية التي تبعوها لأجل تطوير العمل الثاني الرقمي في المغريب يعني كم ظن بأنه أظن وأتمنى أن المجلس الرطاني للصحافة أنه يتكلم بهذه المهمة ويعمل على لأنه أنا لن أعيد ما قاله أستاذ إدريس ولا زميل بأن المشكل مقروح بأنه لابد من تطوير تمويل لهذه المؤسسات ثم لابد أيضاً لكي نبكيناها من استمرارنا لابد من التنظيم والتقطير قرور التنظيم والتقطير فعندنا أنا أقول التقطير لا أقصد يعني أننا نمري عليهم طرق شئ ولكن فقط تقطيرهم من حيث التكوين وإعادة التكوين ضروري ومؤكد لأن لماذا التكوين خاصة في المجال الإلكتروني؟ لأن هناك صرحة كبيرة في التطور تكنولوجي ولكي مثلاً يتم مثلاً مغاصلة هذا التطور فمتن نحو والعمل على إنتاجية استجيبه للمعايير الموضوعية وقرية الاستمرار والاعتقاء بجودة الصحافة والمضمون الإلكتروني لابد أقول أن يكون هناك دعم الدولة خصوصاً بين المؤسسات التي تشتغل بجدية كبيرة أو التي لها ضرامج واضحة واضحة معاني ثم أيضاً تشجيعها على وضع حكامة وتطوير الإطار المؤسساتي لها ترجمة نانسي قنقر